في هذه الصورة إذن دل حرائق بعد سلسلة جديدة من الغارات الإسرائيلية وغارة ثالثة الآن تحديدا ونحن نتحدث معك الآن سيدة العميد هي غارة ثالثة تشن من قبل إسرائيل على الضحية الجنوبية إذن غارات متواصلة إسرائيلية على مناطق متفرقة من الضحية الجنوبية لبيروت وصور النيران المنبعثة من أماكن التي ضربت من قبل الإسرائيليين بهذه الغارات إذن سلسلة جديدة من الغارات الإسرائيلية إذن هذه صور حصرية للحدث من مواقع التي ضربت من قبل الإسرائيليين في هذه السلسلة جديدة من الغارات إذن الغارة الأولى قالت موفدة الحدث إنها طالت منطقة رويس في الضحية الجنوبية تتلتها غارة ثانية وبلحظات قليلة كانت هناك سلسلة جديدة غارات ثالثة إذن ما بين الغارات الثانية والثالثة على ما يبدو فقط نتحدث عن دقائق معدودات نحو أربع دقائق فقط إذن سلسلة جديدة من الغارات والحرائق واضحة جدا صورة الحرائق والدخان المنبعث من هذه المناطق التي طالتها الغارات الإسرائيلية سيدة العميد كنا نحاول تفسير ما يجري بالفعل مع تصعيد على ما يبدو سيكون كبير في لبنان اليوم وتطور في منطقة الجنوب وحديث عن تواغه البري بالفعل هو طبعا في أوقات الليل عادة بيبقى فرصة لدخول المدرع بعد ما يكون القوات عناصر الاستطلاع والمهندسين مهدت الطريق وتعاملت معها سواء كان موانع ميدان أسلاك شائكة ألغام وصولا لأن يبقى في قوات بالليل تكسب أرضه وبعد كده يسيب مغافر مجموعة من المفارز ثم يعود وهكذا يعني زي ما في غزة حصل في دخول جحر الديك جحر الديك أول ما حصل دخلت دبابة وضربت عربية مدنية فيها مدنيين وساعتها طلعوا عز دين قسام قال ما فيش اختراق تاني يوم تقريبا بدت قوات تدخل بكميات أكبر وصل لمرحلة أنه فصل الشمال على الجنوب وابتدى يحارب في معركة الشمال وهكذا يعني أنا ما اعتقدش أنه يجيب صور خنادق وصور أنفاق ويكون بيدعيها يعني ما فيش عند الجانب حزب الله الإعلام مجاهز نفسه أو مش جاهز أصلا ما نعرفش فكرة القوات ما اشتبكتش ليه وهكذا حزب الله يتحدث ويقول بأنه لم يقم بأي مواجهة أو لم تكن هناك أي بالفعل اشتباكات ما قد يسأل عليها حزب الله يعني زي دخلوا محصر في مواجهة نعم سيدة العميد دعنا نركز على هذه الصورة التي نتابح الآن هذه الضربات على الضحية الجنوبية وسلسلة الضربات الجديدة والتي على ما يبدو هي قوية تتزامن مع حديث الجيش الإسرائيلي عن أن السلاح الجو الإسرائيلي سيضرب الليلة بقوة في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر